السلام عليكم everyone I hope you are having a good time أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال مرحبا وأهلا وسهلا بكم مرة أخرى في قناتي من جديد قناة فاطمة شكور قبل أن أبدأ في فيديو اليوم أود أن أنتهز الفرصة وأن أشكركم شكرا جزيلا جزيلا لكم جميعا على كل التعليقات الإجابية والمحفزة التي تكتبونها في حقي شكرا جزيلا لكم سعيدة جدا لأن المحتوى الذي أقدمه ينال إعجابكم وأيضا لأن طريقة في شرح الدروس أيضا تنال إعجابكم وأتمنى دوما أن أكون عند حسن ظنكم جميعا بدون مقدمات فلنبدأ فيديو اليوم في فيديو اليوم سوف أشارك معكم أهم الطرق لحفظ المفردات وبالأحرى لحفظ المفردات بدون نسيانها غالبا ما تأتيني الكثير من الأسئلة بخصوص هذا الأمر مثلا فاطمة في كل مرة أحفظ المفردات أجد أنني أنساها وأنها تتلاشى مع مرور الوقت فاطمة كيف لي أن أتعلم أكبر عدد من المفردات بدون نسيانها غالبا ما أجد أن هناك الكثير من الأشخاص الذين يعتقدون أنهم عندما يتعلمون مفردات جديدة وينسونها مع مرور الوقت يعتقدون أن لديهم ذاكرة ضعيفة أنتم مخطئون ليس هناك شخص لديه ذاكرة ضعيفة بل فقط يجب علينا أن نتبع بعض الخطوات التي سوف تجعل هذه المفردات تترسخ بشكل جيد في عقلنا ولن ننساها أبدا مهما كان الأمر قبل أن نتعرف على هذه الخطوات تعلمون أولا أنه تعلم المفردات أو حفظ المفردات هو الشيء الأول والأساسي الذي يجب على كل متعلم اللغة الإجليزية أن يبدأ بتعلمه تعلم المفردات هو أول خطوة يجب عليكم أن تبدأوا بها وبعد ذلك تنتقلون إلى الخطوات التالية الخطوة الثانية هي الـ Gramma لأن الـ Gramma أو الصرف والتحويل هي الخطوة التي سوف تجمع المفردات التي تعلمتموها وبفضلها سوف تكونون جمل صحيحة بهذه المفردات صحيحة لغويا وصحيحة معنويا فلنتعرف على هذه الخطوات أول خطوة كما يقول المثل هذا يعني أنه يجب علينا أن نقوم بتكرار كل ما نتعلمه في اليوم أكثر من مرة في اليوم أكثر من مرة في الأسبوع لأنه عندما نكرر هذه المفردات فبشكل لا إرادي وبشكل تلقائي تترسخ هذه المفردات في عقلنا بشكل رهيب لنأخذ مثالا بسيط عن هذا الأمر أو عن التكرار مثلا لنفترض أن هذه الوردة هي وردة حقيقية فإن كنا نريد أن نحافظ على هذه الوردة فيجب علينا أن نقوم بسقيها وبريها بشكل يومي فإن تركناها بدون ما فسوف تتبل وسوف تتلاشى مع مرور الوقت ولن يبقى لها وجود فهكذا المفردات وهكذا كل ما نتعلمه في اليوم إن لم نقوم بريه بالتكرار وبالبراكس كما قلت الممارسة فسوف يتلاشى وسوف يختفي مع مرور الوقت الخطوة الثانية سأشارك معكم هذه الخطوة انطلاقا من تجربة خاصة في حفظ المفردات علما أنني كنت متعلمة سمعية هناك ثلاث أنماط في تعلم لغة إجليزية أو في التعلم بصفة عامة هناك المتعلم البصري المتعلم السمعي والمتعلم الحركي أنا كنت من المتعلمين السمعيين وهذا يعني أنني كنت أتعلم وكنت أحفظ المفردات عن طريق السمع كنت أيضا أحب أن أقرأ بصوت عالي أن أردد هذه المفردات بصوت عالي أقوم أيضاً بتسجيل صوتي في هاتفي لكل هذه المفردات وفي كل مرة أكررها وأسمعها في اليوم كنت أيضاً أحب أن أشارك هذه المفردات مع الأشخاص المقربين مثلاً في كل مرة أذهب إلى شخص ما وأخبره مثلاً ما تعلمته في اليوم من مفردات مثلاً كلمة غريدي كلمة غريدي أذهب وأقول أتعلم ماذا تعلمت اليوم؟ أتعرف ماذا تعني كلمة غريدي باللغة الإنجليزية؟ تعني طمع وأيضاً كنت لا أستطيع السكوت عن ما أتعلمه في اليوم سواء كلمات سواء جمل سواء حوارات كل شيء كنت أتعلمه كنت أقوم بمشاركته وبتكراره في اليوم أكثر من مرة وبهذا تترسخ كل المفردات ويترسخ كل ما أتعلمه في اليوم بشكل جيد في عقلي بشكل لا إرادي وبشكل تلقائي كما قلت هناك ثلاث أنواع للتعلم التعلم عن طريق السمع أو التعلم البصري والتعلم الحركة إن كنت مثلاً من الأشخاص الذين يحبون التعلم عن طريق تجربة الأشياء وتنفيذها وغالباً ما تحب أن تدرس في مكان به أصوات عالية مثلاً صوت التلفاز عالي أو مثلاً تحب أن تدرس وهناك أشخاص حولك يتكلمون بصوت عالي أو مثلاً تجعل هاتفك بقربك وكل مواقع تواصل إجتماعي الخاصة بك مفتوحة فأنت تعتبر من المتعلمين الحركين الذين يعتمدون على الحركة في تعلمهم أما إن كنت مثلاً تحب أن تدرس في جو هادئ وفي مكان هادئ وتحب أن تدرس عن طريق المحاضرات وعن طريق أشخاص يقومون بشرح دروس مثلاً يقومون بمحاضرات مثلاً عبر الحاسوب فأنت متعلم بصري أي أنك تحب أن تتعلم عن طريق المشاهدة إذن فلكل شخص طريقته الخاصة أو الأنسب في التعلم فحاول أن تكتشف طريقتك الخاصة في التعلم وحاول أن تتبعها في تعلمك للغة وكن على يقين أنك عندما ستجد طريقتك الخاصة في التعلم سوف لن تواجه مشاكل في التعلم طريقة أيضاً هائلة في حفظ المفردات هي أن تقوم مثلاً بكتابة مثلاً بعض المفردات التي تود أن تتعلمها في ملسق كبير أو في ورقة كبيرة وقوم بإلساق هذه الورقة في مكان مثلاً تستعمله أو تراه في اليوم أكثر من مرة يمكن مثلاً أن تلصقه أمام مكتبك وفي كل مرة تجلس في المكتب حاول أن تنظر إلى هذه المفردات وحاول أن تقرأها بصوت عالي إن كنت متعلماً بصرياً فحاول أن تشاهد هذه الكلمات أكثر من مرة في اليوم إن كنت متعلماً سمعياً حاول أن تقوم بتكرار هذه المفردات بصوت عالي حتى تترصخ بشكل جيد في عقلك لأن المتعلمين سمعين كما قلنا يحبون أن يكرروا المفردات بصوت عالي وأن يقوموا بمشاركتها مع الأشخاص وبهذه الطريقة كن على يقين أنه يوم بعد يوم سوف تترصخ هذه المفردات بشكل تلقائي ولا إرادي في عقلك طريقة أخرى مشابهة لهذه الطريقة هي أن تقوموا بأخذ الأوراق الخاصة بالملاحظات ويمكن مثلاً أن تقوموا بكتابة مثلاً 5 إلى 10 مفردات في اليوم قوموا بكتابتها في ورقة صغيرة كهذه الورقة وقوموا بالاحتفاظ بها في جيبكم أو في محفظتكم وفي كل مرة تحاولوا أن تراجعوا هذه المفردات في يومكم مثلاً في المدرسة إن كنتم في المدرسة أو في العمل أو في المنزل لكن نعود إلى نقطة التكرار كما قلت التكرار هو النقطة الأساسية والشيء الأساسي في كل هذه الخطوة حاولوا أن تقوموا بتكرار كل ما تتعلموه في اليوم سواء كانت كلمات سواء كانت جمل أو مفردات كل ما تتعلموه في اليوم حاولوا أن تقوموا بتكراره المشكل الكبير الذي يواجهه هو العائق الوحيد الذي يواجه الكثير من المتعلمين الذي يجعلهم يوقفون مسيرتهم في التعلم هو ظنهم بأنهم يملكون ذاكرة ضعيفة لأنهم في كل مرة يتعلمون فيها مفردات يتعلمونها لفقط مثلاً أسبوع إلى أسبوعين شهر ويتوقفون عن تكرارها مع الوقت المشكل الذي يجعلهم يتوقفون في تعلمهم للغة الإجليزية وفي مسيرتهم للتعلم هو هذا المشكل هو أنهم لا يقومون بتكرار المفردات بشكل يومي أنا لا أقول فقط لمدة شهر أو شهرين حاولوا أن تكررواها كل ما تحت لكم الفرصة تكرارها وهذا كي لا تتلشها وكي لا تختفي من عقلكم وبهذا نكون قد وصل لنهاية فيديو اليوم أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم وشكراً جزيلاً على المتابعة إلى اللقاء في فيديو قادم